وزارة التموين والتجارة الداخلية بتواصل لتلقي التظلمات من المواطنين اللي تم استبعادهم من صرف السلع وفقا لمؤشرات العدالة الاجتماعية ده حتى نهاية اليوم السبت هو آخر موعد لتلقي التظلمات لما تخلفوا عن تقديم التظلمات في الفترة اللي كانت مقررة مسبقا وكان الدكتور علي المصالحي وزير التموين والتجارة الداخلية قرر مد فترة تلقي التظلمات من المواطنين اللي تم استبعادهم من صرف السلع وفقاً لمؤشرات العدالة الاجتماعية لنهاية شهر نوفمبر الجاري بعد ما كان آخر فترة نهاية شهر أكتوبر الماضي هي الفترة المقررة في النهاردة اليوم الأخير دانداء لكل من تخلف أنه ممكن يلحق النهاردة